المترجم للقناة يقول السبابة السبابة المقصود بها المسبحة وسميت سبابة لأنها تستعمل في السبب وسميت مسبحة لأنها تستعمل في التسبيح وبعض الناس يسميها الشاهد لأنه يشار إلى التشهد بها على كل حال السنة للمصلي إذا جلس في التشهد أن يقبض الخنصر والبنصر وأن يحلق الوسطى مع الإمهام ويشير بالسبابة إشارة على صفة الداعي هل يحركها أو لا يحركها للعلماء في هذا قولات منهم من يقول أنه يثبتها لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها ولا يحركها وفي حديث ثوائل بن حجر أنه كان يحركها يدعو بها الصحيح في هذين القولين أنه يشير أحيانا بدون حركة ويحرك أحيانا لكن كيف صفة الحركة؟ هل هي دائرية؟ أو الذي يظهر أنها حركة يسيرة لا تدويرا ولا تقتضي انشغالا بها هذا الذي يكون فيما يتعلق بوضع السبابة قبل السلام السلام